بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نقرأ بنعمة المسيح والشاد الروح القدس رسالة معلمنا بطرس الرسول الرسالة التانية الإصحاح الأول بركاته تكون معنا جميعا أمين سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح لتكسر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والطقوة بمعرفة الذي دعانا بالمجد الفضيلة الذين يبهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والسمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة ولهذا عينيه وأنتم بازلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففا وفي التعفف صبرا وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مسمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر قد نسى تطهير خطياه السالفة لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي لذلك لا أهملكم لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور إن كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم نشكر ربنا إحنا كملنا رسالة معلمنا بطرس الأولى وكان المحاضرة اللي فاتت الإصحاح الخامس دلوقتي إحنا هنبتدي في رسالة بطرس التانية بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس هناخد مقدمة الأول عن الرسالة كاتب الرسالة واضح جدا أنه القديس بطرس الرسول هو نفسه افتتح الرسالة بقوله سمعان بطرس عبد يسوع المسيح اتنين دعا نفسه من جملة الرسل يقول ورسوله هو بيعرف نفسه القديس بطرس الرسول بفكركم كان مع المسيح في التجلي كان مع المسيح في إقامة ابنة ييروس كان مع سيد المسيح في كل المواقف بتاع المواقف حياته كان دايما يقول الكتاب المقدس وأخذ معه بطرس ويعقوب يوحن فكان بطرس عامل مشترك في مواقف كثيرة جدا من مواقف السيد المسيح كان معاه في التجلي عشان كده نلاقيه يكتب لنا ويقول قد كنا معينين عظمته في التجلي كان معاه بطرس ويعقوب يوحن شافه عظمة المسيح يعني إيه عظمته شافه أن المسيح حصل نوع من ترانسفيجوريشن يعني تجلي والمسيح ظهر أمامهم بجسد نوراني ممجد حتى بطرس عجبوا المنظر وكان معاه إيلي موسى وإيلي وقال لي يا رب جيد يا رب أن نكونها هنا فلنصلع لكم ثلاث مضال واحدة ليك واحدة لإيلي واحدة لموسى وحتى في التجلي سمع صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت يبقى لما يقول القديس بطرس وقد عينا عظمته فهو له حق لأنه شاف بنفسه عظمة السيد المسيح يؤكد أنه هو اللي كتب هذه الرسالة لأنه بيقول أيها الأحباء أكتب إليكم رسالة ثانية يبقى اللي كتب الأولانية هو اللي كتب الرسالة التانية طب كتبها المين لنفس مسيحي أسيا الصغرى اللي هما بونطس وغلطيا وكابدوكيا نفس الرسالة التانية كتبها بطرس زي الرسالة الأولى يقول كده هذه أكتبها إليكم رسالة ثانية طب اتكتبت إمتى الرسالة التانية تاريخ كتبتها كتبها في آخر أيام حياته يعني قبل ما يستشهد بسنتين ثلاثة أربعة المهرخين بيقولوا إنها ما بين سنة أربعة وستين ميلادية وسبعة وستين ميلادية وإحنا عارفين أن القديس بطرس نال إكليل الشهادة مع القديس بوليس في سنة سبعة وستين ميلادية كتبها قبل استشهاده بفترة قليلة حتى في الرسالة التانية دي بيقول عالماً أن خلع مسكني قريب بيكلم على أنه هيطرك هذا الجسد يعني المسكن يعني الجسد أو خيمة الجسد عالماً أن خلع مسكني قريب طب كتب رسالة تانية ليه بقى كتب رسالة تانية لأنه حاسس أو عارف أنه هيطرك أولاده وهيطرك العالم ويسافر يسافر يروح فين يروح عند المسيح فعادةً أي أب أو أي شيخ ربنا بيبقى أعلمه بتاريخ نياحته أو بقرب نياحته يجمع أولاده كده ويديهم وصايا زي أبونا يعقوب وكثيرون يديهم وصايا وديهم تعليمات فالقديس بطرس عايز يعني ما يحسش أنه مأثر من ناحية أولاده فبعت لهم رسالة تانية وأخيرة بيقول لهم أنهدكم بالتذكرة يعني كأنه بيقول لهم أنا بفكركم بالكلام اللي أنا بعتهلكه قبل كده يعني ده يعتبر وصية وداعية بيودع فيها أولاده وبيظهر ليهم اجتياءه للملكوت زي ما معلمنا بولس قال ليه اجتياء أنا أنطلق وأكون مع المسيح ذاكة أفضل جدا وبيكلمهم عن الرجاء في المجيء التاني وبيحذرهم من المعلمين الكذبة يبقى أسباب هذه الرسالة التانية كتبها ليه أول حاجة نعتبرها وصية وداعية اتنين بيفكرهم بالحياة الأبدية وأنهم يجاهدوا زي ما هو جاهد وزي ما بولس الرسول قال جاهدتوا الجاهد الحسن الرسالة التانية بتختلف في اسلوبها عن الرسالة الأولى مع أن الكاتب واحد طب إيه سر الاختلاف الأولى من التانية طبعا اختلاف الظروف اختلاف الظروف لأنه الموضوعات كمان المطروحة ففي الرسالة التانية بيتكلم عن ملكوت السماوات في الرسالة التانية بيتكلم عن المجيء التاني في الرسالة التانية بيتكلم عن أنها يكون فيه بدع وهرتقات وبيحذرهم من هذه البدع الرسالة التانية للقديس بطرس فيها تشابه كبير بينها وبين رسالة يهوزة نحن نعلم أن رسالة القديس يهوزة اللي هو غير الإسخريوتي طبعا يعني اللي يعني في الكتاب المقدس كتب رسالة من إصحح واحد تتشابه كثيرا مع رسالة بطرس التانية بتتشابه أن برضو هي فيها تحذير عن المعلمين الكذبة وبتتشابه أن بتتكلم عن ملائكة الذين سختوا اللي هم إبليس وملائكته بتتكلم عن سدوم وعمورة بتتكلم عن الناس المهرطقين وأتباع بالعام ففيه تشابه كبير بين رسالة بطرس التانية ورسالة يهوزة طبعا رسالة يهوزة على الرغم أنها إصحح واحد لكن فيها حاجات أكتر من اللي احتوتها رسالة معلمنا بطرس لأن فيها مخاصمة ميخايل والشيطان وصار فيهم مشدة بينهم بسبب جسد موسى في رسالة يهوزة الكلام ده اتكلم معلمنا يهوزة عن أخنوخ وعن هلاك الأشرار الرسالة التانية لمعلمنا بطرس دي كلها دي مخدمة بتتكون من ثلاث إصححات بس الأولى من خمسة التانية من ثلاث إصححات لو قلتلكم ملخص سريع لكل إصحح وبعدين ناخد الإصحح الأول زي ما قرينا دلوقتي الإصحح الأول معلمنا بطرس بيكلم شعبه بيقول لهم كده بيفكرهم بعمل الله اللي عملوا علشان علشان يعطينا الملكوت لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت كانوا بيقول كده فبيقول لنا ربنا ما أصرش معنا في حاجة جاه وتجسد وإدانا الفداء وانتصل لنا على الموت وانتصل لنا على الشيطان وأعطانا جسد جديد حياة جديدة ولادة جديدة وصرنا شركاء للطبيعة الإلهية شركاء طبعا ليس في اللاهوت ولكن في العمل عايز يقول لنا صرت وهيكل لله وروح الله ساكن فيكم فالإصحح الأول بيعرف بيفكر تلاميذ يقول أنهدكم بالتذكرة حتى أنا في جلسات الاعتراف سواء الاعتراف المباشر أو بالتليفون لما أتكلم المعترف أقول له بص أنا أقول لك كلام مش جديد عليك بس من واجبي أن أنا أفكرك بوصية ربنا ربما اللي أنا أقوله كله وانت سمعته ربما قريته في الكتاب المقدس لكن واجب علي كأب ليك أفكرك ربنا قال إيه في الجزئية دي في دين بالكم ليه بقى لأن من فم الكاهن تطلب الشريعة فمعلمنا بطرس بيفكر أولاده في الرسالة التانية الإصحاح الأول يقول لهم يقول لهم ربنا قد أعطانا الملكوت وخلانا شركاء للطبيعة الإلهية أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم لذلك كتير أقول للشباب ده معلمنا بولس قال من يفسد هيكل الله سيفسدها الله فبيفكرهم بالكلام ده وبعدين بيدعوهم بقى للجهاد من أجل الملكوت يعني يعني ملكوت السماوات ده مش هنقدوا ببلاش لسه أنا قاعد لأحد الأخوة الأبناء المباركين قلت له أنت تخرجت منين قال لي من كلية هندسة قلت له درست كم سنة قال لي خمس سنين قلت له كل سنة فيها مشروع قال لي آه قلت له كنت بتذكر كويس قال لي كنت بصهر الليالي قلت له طب خدت البكاريوس يقول لي آه طب نجحت بتقدير إيه قال جيد قلت له طيب كل التعب ده عشان تاخد بكاريوس مكتوبة على ورقة تعترف بك الدولة إنك مهندس تشتغل بالبكاريوس ده طب هتاخد ملكوت السماوات الحياة الأبادية التي يعني ليس لها حدود ببلاش كده مش لازم نجاهد قال ما المسيح ده أنا الخلاص وقلت له نعم احنا هنقول بقى زي الناس اللي بقول لك خلصت يا أخ ها المسيح ده أنا خلاص مجاني نعم وضربت المسأل الآتي المسأل الآتي زي مثلا إيه طالب تفوق في السنوية العامة فرح يقدم في كلية هندسة قالوله الله انت مجموعك حلو خالص ده انت كده هتاخد منحة مجانية السنة دي يعني ايه منحة مجانية السنة دي يعني بدل ما ناخد منك كم ألف مصاريف ولا سيامة في الجامعات الخاصة بتعدى المئة ألف والمئة وخمسين انت متفوق جدا في الدراسة سواء دراستك في مثلا الأمريكان أو في الآي زي أو في التعليم الأوريجينال انت متفوق جدا لذلك احنا هنديك منحة مجانية السنة دي هتدرس مجانا على حساب الكلية طيب خد منحة مجانية ينام بقى في البيت وفي نهاية السنة هيدل له البكالاريوس هينفع كده لا طبعا هيزاكر ويزاكر ويصهر الليالي علشان يتفوق علشان يستفيد بالمنحة المجانية وإلا بعد كده لو سقط خلاص هيدفعوه الأديم والجديد فإذا اللي يقول خلاص مجاني آه مجاني بس مش هتقدوا كده يعني من غير تعب لا لازم جهاد ولازم تعب الذين يعني يثمرون بالصبر من يزبر إلى المنتهى فهذا يخلص وهنا أفتكر كلام القديسة أبو مقار وأنا ربما أكون قلته لكم قبل كده القديسة المقار الكبير ربنا كان بيظهر له كتير الشياطين يعني ورؤساء الشياطين فعند احتضاره يعني عند موته ظهر له شيطان كبير كده أو رئيس من الشياطين قال له غلبتنا يا مقار قال له لا لسه ما غلبتكش قال له لا أنت خلصت خلاص قال له لا لسه ما خلصتش وبعدين روحها تبتدي تخرج من جسده وخرجت قردي غلبتنا يا مقار خلصت يا مقار قال له لا لسه ما خلصتش لحد ما وصلت لباب الفردوس خلاص هيدخل قال له خلصت يا مقار قال له نعم خلصت دي مبالك ازاي لذلك في القداس الإغرغوري نقول للرب يسوع المسيح حولت لي العقوبة خلاص كان اللي يموت زماني يروح الجحيم فكان الموت عقوبة عشان كده كانت الناس بتترعب منه إنما النهاردة النقاس المؤمنين الأبرار المستعدين اللي سنحنهم بيقول زي بولس الرسول ليش تهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فدول بقى ايه بيجهدوا وبيسمروا بالصبر بيسمروا بالصبر فهنا معلمنا بطرس بيدعو بيدعو أولاده في الرسالة التانية يقول لهم الآتي يقول لهم قدموا في إيمانكم فضيلة واحد يقول أمنت بك يا سوء جميل فالإيمان ده مدخل مدخل بوابة ما تخش منها وبعدين إيمان بدون أعمال إيه ميت مش كده ولا إيه لذلك قدموا في إيمانكم فضيلة إيمانكم بالسيد المسيح لازم يبقى ليه صمر قارني إيمانك بدون أعمالك معلمنا يقول كده وأنا أريك بأعمالي إيماني إيه الإثبات أن أنت ابن المسيح لذلك رب المجد قال لنا كده في متى 25 هيقول للعلمين تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رسل ملكوت المعد لكم لأني كنت جوعانا أطعمتموني عطشانا سقوتموني أريانا كسوتموني إلى آخره نقول له يا رب شوفناك فيني يقول كل ما فعلتم بإخوات الأصاغر فبي فبي فعلتم قدموا في إيمانكم فضيلة وهنا بيحتكر ما قاله معلمنا بولس الرسول عن الإيمان العامل بالمحبة مش إيمان سلبي وخلاص أنت تطعم بالمسيح طب ما الشياطين يؤمنون ويخشعرون الشياطين بيؤمنوا بربنا وبيؤمنوا أن الله موجود وبيؤمنوا بالسيد المسيح وبيؤمنوا بالتجسد الإلهي عارفين كل الكلام لذلك معلمنا بطلس في الإصحاح الأولاني يقول لنا قدموا في إيمانكم فضيلة طيب وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف وفي التعفف صبرا وفي الصبر طقوة وفي الطقوة موادة أخوية وفي الموادة الأخوية محبة سوفوا ابتدى بإيه قدموا في إيمانكم يبقى أول حاجة الإيمان ابتدى بالإيمان وختم بإيه بالمحبة بالمحبة يعني لو سألنا معلمنا بولس إيه المحبة يا تقر كورونس الأولى 13 يقول لك المحبة لا تطلب ما لنفسها المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسن المحبة لا تظن السوء المحبة لا تفرح بالإسم ده موضوع كبير هي دي المحبة العاملة قدموا في إيمانكم فضيلة وبعدين القديس بطرس بيقول لولاده بيشهد لولاده عن الأحداث اللي رفق المسيح فيها واللي شهدها يكلمهم عن المعجزات قدرة الله الخارقة يكلمهم عن التجلي يكلمهم عن الفداء يكلمهم عن القيامة وبعدين يكلمهم عن المجيء التاني لأن في وقت القديس بطرس في ناس قالت مجيء التاني إيه وإيامة إيه ما كل شيء زي ما هو أهو فابتدى يشرح لهم ويأكد لهم عن المجيء التاني ده الإصحاح الأولاني طبعا كل ده ناخده بالتفصيل يعني بس أنا بقول ملخص لي الإصحاح التاني كلمهم عن المعلمين الكذبة وإمكانية ارتداد المؤمنين بيحذرهم من المعلمين الكذبة اللي بيدسوا بيدع هلاك ويتجروا بكلمة ربنا وهنا القديس بطرس بيؤكد على حقيقتين الحقيقة الأولى إن المعلمين الكذبة هلكهم لا ينعس وقادم سريعا ربنا مش نايم تذكروا مرة من عدة سنوات أيام حياتي قدست البابا المتنيح القديس البابا شنود السالس لما جاء واحد كان اسمه ماكسيموس وقال أنا بطريارك وجاب اللبس الكانوتي ولبس البطريارك والعمة كبيرة وجاب عصايا وقال لك أنا بطريارك طب فين ماكسيموس النهاردة بقى فينه هلكهم لا ينعس هلكهم لا ينعس وقادم سريعا لذلك ربنا لما يشفق على الملايكة لما الشيطان رئيس شياطين اللي هما بنسميه سطنائيل سطان يعني شيطان وقيل يعني الله كان كان ملاك وسقط طبعا فنزل إلى أسافل الأرض بيوري لهم برضو القديس بطريط في الإصحاح التاني أن هؤلاء الكذبة المعلمين الكذبة والمبتدعين ربنا مش هيسكت لهم لو كان هيسكت لهم كان سكت للعالم اللي زاغ وفسد أيام نوح فجاب ليهم الطوفان كل اللي رفضوا ربنا واللي رفضوا وصايا ربنا واللي لم يصدقوا عمل الله غرقوا ما عدا نوح وبنيه وزوجاتهم تمانية اخدهم بالكم فكأن ربنا لما شاف العالم زاغ وفسد غسل العالم بالطوفان وده طبعا رمز من رموز المعمودية لما شعب سادوم وعمورة ضل وقعد يترياء على لوط لما يقولهم ربنا هيولع في المدينة يقولك وكان كمازح في عيني أصهاره يعني كانوا بيقول نقطة مش مصدقينه طبعا كانت النتيجة ان نزلت نار من السابق نار وكبرية واحرقت سادوم وعمورة يعني اذا ربنا مش ناهم لا هؤلاء الأنبياء الكذبة ربنا هيكشفهم فهلكهم لا ينعس بالنسبة للمؤمنين بقى بيطلب من المؤمنين في الإصحاح التاني قدام هؤلاء المبتدائين لازم تجاهدوا ولازم تسلكه بنقاوة وعدم انخداء بعود وإغراءات الشيطان الشرير وبيحذرهم من الارتداد لأنه عاقبته وخيمة لأن هؤلاء اللي بيرتدوا عن الإيمان الحقيقي يقول عنهم القديس بطرس كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم ويشبههم دول يبقى زي كلب عادة إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة عائدة إلى الطين لتتمرغ فيه ده الإصحاح التاني الحقيقة محتوى الإصحاح التالتة ده محتوى دسم دسم قوي وأنا قلتلكه في مقدمة الرسالة الأولى الرسالة الأولى والتانية بتاع بطرس الرسول يحتوى كل التعاليم المسيحية وكأنها بشارة إنجيل بس مركز في تركيز شديد الإصحاح التالت بقى هيكلمهم عن المجيء التاني عن المجيء التاني ويأكد لهم أن المجيء التاني في العهد القديم نفسه اتكلم عن المجيء التاني وتكلم عن الأنبياء الكذبة وتكلم عن الارتداد في آخر الأيام وطبعا كان بيحذر اللي بيستهزئه بالمجيء التاني يقولوله المسيح آه صحيحة صلب ومات وقام لكن مجاش تاني ما كل حاجة زي ما هي ما تحركتش أي فقال لهم لا إن الله يتمهل علينا لابنا بيدينا فرص بيدينا فرص لسه واحد النهاردة بيقول لي يا ابونا اتنين خدوا كورونا قالوا آه قال واحد راح السماء والتاني زي ما هو ما جرلوش حاجة ليه قلتوله طبعا ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقونا على الاستقصاء من يعرم فكر الرب ومن صار عليها مشيرا ما يمكن اللي ربنا أخده ده كان مستعد وربنا بيقول له تعالى انت كملت السعي خلاص كده حلو خارس انت تخرجت فأخده عنده في السماء قال لي طبو التاني قلتوله يمكن التاني ربنا بيدي له فرصة إن يوتوب أكتر باخدين بالكم يعني ده تفسير يعني روحاني تمشي مع الكتاب والمقدس لكن الله يعلم عمل كده لي ده أمور إلهية فهنا لما بيقولوا إن فين كلامة المجيء التاني ده وفين اللي بتقوله ده المسيح هيجي تاني وإن العناصر هتحترق والأرض هتفنى والكلام ده كله فقال لهم لا فقال لهم لا ربنا يعني وعدوا صادق وأمين لكن بيديكوا فرص يديكوا فرص علشان تتوبوا لو قلت بقى تلخيص للثلاث إصححات في ثلاث جمل أقول لكم الآتي أقول لكم الإصحاح الأول بيقول لهم ربنا إداكوا الملكوت وأعد لكم الملكوت وخلكوا تعيشوا الملكوت وأنتوا على الأرض فجهدوا وإسلكوا حسنا وقدموا في إيمانكم فضيلة عشان تأهلوا للدخول لهذا الملكوت ده باختصار الإصحاح الأول الإصحاح الثاني بيقول لهم ارفضوا المعلمين الكذبة واللي بيخلوا كثيرين بيرتدون لأن هلكهم سيأتي سريعا الإصحاح الثالث بيقول لهم انتظروا انتظروا المجيء الثاني للسيد المسيح نبتدي بقى في الإصحاح الأول اللي بيكلم فيه معلمنا بطرس عن ملكوت السماوات وإيه اللي أعدوا لينا وبيدعونا للسلوك في الجهاد الروحي وبيأكد لينا ان الأنبياء اتكلموا عن الأمور دي أولا ما أعدوا الله لنا من أجل الميراس يبتدي معلمنا بطرس يقول سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا سمينا مساويا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح ربنا سمعان بطرس يبقى هو كده بيقدم نفسه الذين نالوا معنا إيمانا سمينا من دول اللي نالوا معاه إيمان سمين إيه جنسية بطرس قبل ما يبقى تلميذ للمسيح كان جنسيته إيه يهودي ناشيوناليتي بتاعته إيه يهودي فاليهود التلاميذ كان كلهم يهود مش كده ولا إيه فمما الإيمان بقى وصل للأمم لأن القديس بطرس هو اللي فتح الإيمان للأمم في واقعة كرنليوس لما ملاجه لكرنليوس سفر الأعمال عشرة إصحاح عشرة وقال له صلواتك وصدقاتك صعدت إلى السماء تبعمل إيه قال له روح عنده واحد في بالقرب من يافا اسمه سمعان دباغ فيه بطرس نازل عنده من تلاميذ المسيح هو هيعرفك تعمل إيه في نفس الوقت القديس بطرس كان بيصلي على السطح في في تقريبا الساعة السادسة يمكن اتنشر الدور المهم وبعدين ناعس ونام وشاف كده في ملاية نزلة من السماء وفيها أنواع كثيرة من الدواب والحيوانات والصوت ربنا بيقول له خم يا بطرس ازبحوا كل فزمان كان اليهود يقولوا ده نجس وده طاهر وده نجس وده طاهر فبطرس الرسول قال رد على الصوت قال له أنا لم أأكل شيئا نجسا قال له ما طهره الله لا تنجسه أنت وكلمه وقال له في واحدة هيجي لك من الأمم علشان تدخلوا الإيمان وتعمده هذا الشخص كان كيرنيليوس يعني عايزة أقول أول رسول أدخل الأمم إلى الإيمان كان القديس بطرس الرسول وأدخل كيرنيليوس وعائلته ويعني كل المقربين ليه وعمدهم وصاروا مسيحيين صار بقى المسيحيين مش يهود بس بل يهود وأمم عشان كده معلمنا بطرس الرسول بيعرف نفسه سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا من دول اللي نالوا معنا الأمم نالوا معنا إيمانا سمينا دخلوا الإيمان مساويا لنا يعني إيمانهم زي إيمان هم مسيحيين إحنا مسيحيين وهم مسيحيين مساويا لنا طب إزاي ده قلب ببر إلهنا لأن المسيح جاء للكل لأنه يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح ربنا ما قالش ومخلصنا لو قال مخلصنا يبقى مخلص اليهود بس إنما قال والمخلص يسوع المسيح فنفس الكلام مرة معلمنا بطرس قالوا في بطرس الأولى يقول كده الذين لم يكونوا قبلا شعبا صاروا شعب الله المختار كانوا أجنبيين وغرباء معلمنا بوليس بقى يقول كده في أفاسوس كانوا أجنبيين وغرباء عن عهد الموعد وبعيدين صاروا قريبين من دول بقى اللي هم الأمم الأمم فيؤكد معلمنا بطرس إن إيمان الأمم إيمان سمين يقولك الذين نالوا معنا إيمانا سمينا مساويا لنا يعني صار الأمم إيمانهم زي زي اليهود القديس بطرس بيطمن الأمم وبيعلق على كده مؤرخ اسمه يوسي فوس المؤرخ بيقول اليهود لو راحوا بنتص وغلطية وانطاكية لأنهم يهود كانوا بيدهم الجنسية بتاعت البلد فمعلمنا بطرس بقى بيطمن الأمم يقولون بقى أنتوا مش هتاخدوا الجنسية بتاعة البلد لا أنت هتاخدوا جنسية سماوية تاخدوا إيه جنسية يبقى لكم حق المواطنة في السماء يبدأ الكلام بتعريف نفس يقول سمعان سمعان يعني اللذي يسمع معنى كلمة سمعان اللذي يسمع واخترن اسم سمعان بالاسم الجديد اللي سيد المسيخ إده له بطرس لما رب المجد عايز يعني يوضح للتلاميذ هو إيه يعني وطبعا كان عارف يعني فبيقول له من يقول الناس إني أنا قالوا له واحد الناس بيقولوا إلي ونس بيقولوا يوحنا معمدان قال له انتوا انتوا تقولوا عني مين فبطرس قال أنت هو يسوع المسيخ ابن الله الحي فالمسيح سمعه بطرس قال له أنت بطرس توباك يا سمعان ابن يون أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبن كنيستي صخرة الإيمان بالمسيح أنه ابن الله الحي والفادي والمخلص فعادة في الكتاب المقدس ما يقترن اسم سمعان بطرس أخذين بالكم في مجمع رشاليم ذكر بطرس باسم سمعان يعني يقول كده في أعمال سفر أعمال الرسل سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه وبعدين يقول فتح أبواب لكرنيليوس الأمم للدخول إلى الإيمان فحينما يذكر اسم سمعان فالمقصود به بطرس وحينما يذكر اسم بطرس يبقى المقصود به سمعان وغالبا بيتقال الاسمين مع بعض سمعان بطرس يقول سمعان بطرس عبد عبد أيه يعني خدام لا زمان كانت كلمة خدام يعني موظف عند السيد موظف الخدام ده كان ممكن يسيب السيد ده ويروح لسيد تاني إنما العبد العبد يبقى ملك سيده ويبيع ويشتري فيه وسيده له الحق أن يحييه وأن يميته زيه سوري يعني زي الأنمال العبد نموس العبد أو شريعة العبد يعني شريعة سيده سيده يقول له شمال يبقى شمال يمين يبقى يمين يحط له أكل يأكل ما يحط لهش ما يأكلش وليس الحق له أن يطلب فهنا القديس بطرس الرسول من شدة اتضاعه مش حط نفسه ضمن الخدام أو الخدمين لا قال لك سمعان عبد عبد لذلك رجال الله دايما يسفوا أنفسهم بالنوم عبيد عبيد يعني موسى سمى نفسه عبد وداود سمى نفسه عبد ويشوع سمى نفسه عبد حتى القديس بولس لما يبعت رسالة يقول بولس عبد يسوع المسيح في المقدمة فهؤلاء ويعقوب برضو كان يسموا أنفسهم عبيد معنى عبد أنه عبد يسوع المسيح يعني ملك لله يعني ملك اليسوع المسيح المسيح يمتلكه يمتلكه معناه أنه تحت تصرف الله لأنه عبد ملك لله تحت تصرفه والله له حق الحياة والموت فيه أخذين بالكم الله يرسل هذا العبد حيث يشاء ويفعل به ما يريد فلو إحنا فعلا عبيد فعلا لربنا يسوع المسيح المفروض نحط الحقيقة دي في أزهالنا نحن عبيد الله حتى مرة صيد المسيح قال كده قال مهما فعلتم كل البر فقولوا إن أنا إيه عبيد بطلون إحنا عبيد للمسيح ملكه لو بعت ملك النهاردة يقول لي أعطني حساب وكالتك ياخد روحي مقدرش أقول له لا حد يقول له ربنا لا ما حدش يقدر لو كنا إحنا عبيد صحيح يبقى عندنا هذا المفهوم العبد ليس له حقوق عند ملكه إنما يسلم حياته كلها لمالكه وإحنا ملك الله ولكن إلهنا ملك حنون ملك محب لعبيده لازم نطيعه المفروض العبد يطيع سيده طاعم يا المفروض إحنا نقول لربنا يا رب إحنا عبيدك يا رب ماذا تريد أن نفعل ده الواجب بتاعنا الحقيقة تسمية المسيح بعبد الله يعني أنه دايماً في خدمة الله دايماً في خدمة الله قلت لكم أقوله في عزة سابقة إن اليوم اللي مر عليك من غير ما تقدم فيه خدمة من أجل المسيح لا تعتبره من أيام حياتك من أيام حياتك طيب أنا مش خادم أقولك يا أخي شفت واحد كفيف معدي الشارع امسك إيده وعديه دي عايزة تحضير ولا عايزة دراسة واحد تعبانه معاك عربية خد وصله واحد عشانه مش لقي كباية مية يعني كده يعني يعني كان متنيح الأنبا كراس كان بيكلم عن الأعمال الصالحة عزة جميلة يقول حوش 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 أعمال ده كأس ماء بارد مش مش هيضيع أجره حوشه أعمال صالحة فتسمية المسيحي بعبد معناه أنه دايما في خدمة الله وفي خدمة أولاد الله أولاد الله يقول لنا بقى معلمنا بطرس فطبعا بيقول لشعب وساعدها لكن هو ده صوت ربنا لينا احنا كمان يقول لنا لتكسر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا يعني أنت عايز نعمة عايز السلام عايز هتكسر لي النعمة والسلام إزاي قالك بمعرفة الله ويسوع المسيح الله طب ما نعرفه ما نعرفه عما بطرس يقول لك لا لازم تعرف ربنا المعرفة الشخصية يكون ليك علاقة شخصية بالمسيح واحد يقول لي بحضر قدسات كل يوم قدس أقول له جميل أنا بصوم أصوم كنيس أقول له very good أقول له حياتك الشخصية في البيت علاقتك الشخصية بربنا أخبرها إيه هل تزوقت عمل الله معاك هل لما بتزعله بتحس أنك كسرت قلب المسيح يبقى هنا عايز نعمة وعايز سلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا لذلك المسيح قال كده في يوحنى 17 في مناجات الابن للقاب يقول هذه هي الحياة الأبدية أي هي الحياة الأبدية خلي بالكم هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت أيها الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته هذه المعرفة المعرفة الإختبارية المعرفة الشخصية لذلك معلمنا بولس الرسول يقول إني عالم بمن آمنت إني عالم بإيه؟ بمن آمنت ما قالش بما آمنت لو قال بما آمنت دي ممكن تتطبق على الجماد يعني على التعليم على العقائد لا إنما بمن آمنت بتخاطب شخص فهو بيكلم بيخاطب شخص المسيح بيخاطبنا بيقول لي إني عالم بمن آمنت معلمنا داود النبي في مزمون من المزامير يقول إيه؟ آمنت لذلك تكلمت آمنت إزاي معلمنا داود قال آه آمنت بيه ربنا وشفت عمله لذلك كان يصرخ ويقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف ما اختبر ربنا في مواقف كتير لما تجيله دي يقول إلهنا ملجأنا وقواتنا ومعيننا فيه شدائدنا التي أصابتنا جدا يا معلمنا داود الكلام الحلو ده يقول منا دؤته زوقه وانظره ما أطيب الراب فكلما الإنسان المسيحي تعمق في معرفته لربنا يسوع المسيح كلما أدرك النعمة اللي هو فيها وكلما صار عنده سلام عميق في داخله يقول لك سلام الله الذي يفوك كل عقل سلام الله الذي يفوك كل عقل ننقل شوية يبتدي بقى يتكلم معلمنا بطرس أنا عمل الله لينا عشان يؤهلنا للميراس السماوي بيفكرنا بقى كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا ما هو للحياة والطقوة شوفوا الكلمة دي جاية تاني بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهم خد وهب لنا المواعيد العزمة السمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة إيه ده ده ربنا ادانا خدرته الإلهية وهبت لنا ما هو للحياة وهبت لنا اللي أوينا في الحياة والطقوة لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس طب هو ربنا وهبنا الأمور دي اللي تساعدنا على المجد والفضيل آه مش قال لنا أنتوا هيكل الله وروح الله الساكن فيكم صورة شركاء للطبيعة الإلهية طب انتوا عايزين إيه تاني بقى خدرته الإلهية وهبت لكم ما هو للحياة تقول يا ابونا هيبقى لها حياة بديه أقول لك الله أمال المسيح جه لي وتجسد لي مرة في السيام الكبير جالي شخص طقي بيعترف عندي رجل كبير يعني يمكن في السبعينات من العمر بس رقبنا عطي الصح كنت بصلي أداس يوم الاثنين هو جالي يوم الاثنين بعد الأداس كان هو يصلي في الأداس اللي بعدية جه اعترف فبيقول لي إيه هو راح السماء طبعا بيقول لي يا ابونا قلتلونها قال لي هو أنا ممكن يبقى لي الحياة الأبدية ورث في ملكوت السماوات زي القديسين دول المنقر عنهم في السنكسار قلتولوا الله أمال المسيح جالي أمال أنت جاي تقدم توبة لي قال له آه طبعا يبقى لك نصيب حبيبي لأن الله يريد الجميع يخلصون الراجل تاب توبة يعني بصراحة دخلت إلى أعمق قلبي حسيته النتائب فعلا وراح حضر القداس واتناول يوم الاثنين يوم الثلاث بنته اتصلت بي يا ابونا الحقني نعم بابا ما بيردش علينا أنا عايزة دكتور قلب حالا كلمت دكتور قلب وقلت له هيستنك على باب الكنيسة بعد ربع ساعة البنت ما جاتش يا بنتي ما جاتش ليه تاخده الدكتور قالت لي يا ابونا بابا راح السماء دي مبالكم عايزة اقول ايه انه ربنا وهب لنا معه للحياة الابدية والطقوة دعانا للمجد الفضيلة وصرنا شركاء للطبيعة الالهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة فالشهوات بتفسد الانسان قدم لنا امكانيات قدم لنا ايمان ثمين بدونه نعجز ان لم تؤمنوا تموتونا في خطياء يبقى ادانا ايمان وقدم لنا دعوة للمجد وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ايها الاب اريد الذين معي يكونون معي حيث اكون انا يكون معي ايضا فربنا اعطانا امكانيات ادانا ايمان وادانا صرنا هيكل لله وروح الله ساكن فينا يبقى كده ادانا قداسة مش كده ولا ايه صرنا ادانا الميلاد الجديد المعمودية مش كده ولا ايه قدم لنا ميلاد جديد يعني الانسان القدم مات خلاص اعتمدنا لموته فدفلنا معه في المعمودية الانسان القدم مات قبل معمد الطفل اصليله صلاة اسمها جحد الشيطان والام تقول معايا بلسان حال الطفل وبعد ما نجحد الشيطان ووشنا للغرب نلف نلف ووشنا من اليدين الله الله وروح الله ساكن فينا يعني ربنا دعانا للمجد والفضيلة ازاي قلبي وسائط النعمة اللي اديتها لكم اتعمدته صرته انسان جديد اديتكم الميرون قدست اعضائكم كلها اديكم انكم تختسلوا من الخطية بسر الطوبة والاعتراف خلتكم ثابتين فيا وانا اثبت فيكم اديتكم جسد ودم وسر التناول ادينا تعاليم الكتاب المقدس اللي قال عنه السيد المسيح الكلام الذي اكلمكم به فيه روح وحياة واللي يقول عنه معلمنا بولس في العبرانيين كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف زي حدين ادينا روح والقدوس اللي يعمل فينا ويدينا مواهب مواهب وبس لا يدينا سمار يقول لك اما سمر الروح فو محبة فرح سلام طول انا وداع لطف صلاح ايمان تعفف كل هزي السمار اه الروح القدس بس يبقى شغال جوايا بقى ما تفيش الروح بالخطية ارى هذه الايات التانية وحضرتكم ركزوا معايا هتعرفوها بسرعة بقت سهلة كما ان خضرته الالهية قد وهبت لنا ما هو للحياة يقصد الحياة الابدية للحياة والطقوة بمعرفة الذي دعانا المعرفة الشخصية الاختبارية الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا الموعيد العظم السمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الالهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة وبيضعونا ان احنا نهرب من العالم وشهوات العالم علشان كده علشان كده ختام الرسائل الكاسوليكون اللي هي الجامعة الشمس لما يقراها على المنجلية في الأداس يقولنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن محبة العالم عداوة لله أما الذي يحب الله فهو يزبط فيه إلى الأبد اكتفي بهذا في هذا الصباح ونستكمل إن شاء الرب وعيسنا في العزة القادمة ولإلهنا المجد الدائم في كنسته إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر